اشتركوا في القناة اكتبوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الاشترهولك ردت عليها فقالت لها يبقى هتقلها بابايا اشترهولي بابا اشترهولي باباكي هتسألها سؤال فقالت لها يعني عشان أنا نجحت في امتحاناتي النهائية يبقى هي تسألها إيه فيه إجابة ببكوز يا أولاد وأول ما يكون فيه إجابة ببكوز بسبب يعني يبقى السؤال كان بواي ليه اشترهولك التليفون المحمول ده فقالت عشان أنا اكتست الامتحانات النهائية سألتها السؤال تاني فقالت لها هو اشترهولي الأسبوع الماضي يبقى هتسأل إمتى اشترهولك وبسأل عن الزمن بإيه بوين وين ديد هي باي إت اشتره إمتى اشتره الأسبوع لفين قلت لها وانت بتستخدمي التليفون ده في إيه فهتقول مثلا في الألعاب باستخدمه في إيه في لعب الألعاب نمبر تو اكرا وأكمل عندي هنا في فكرة فيها أربع فرغات علي أن أنا أكملها من القائمة الموجودة في أعلى سؤال وين يعني سوفا رينيوابل متجدد فيولز وقود وونت يعني لن بالمستقبل مش هتعصر حك دي لن وونت ريسايكل يعني 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 تدوير وقط يقطع ينبغى علينا أن احنا نبذ الأقصى ما في وسعنا عشان نحافظ على نظافة البيئة يعني يجب علينا أن احنا منقطعش الأشجار اسمه قط داون تريز يعني يقطع الأشجار منقطعش الأشجار بكوز زي أبزورب عشان هما بيمتصوا كاربون ديوكسايد ساني أكسيدي الكربون ينبغى علينا أن احنا منحرقش الوقود الحفري يعني بيقولك لهذا السبب ينبغى علينا أن احنا نستخدم الطاقة المتجددة مثل الطاقة المتجددة دي زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لذلك سوف نكون قادرين على العيش في بيئة آمنة يبقى سوف نكون قادرين على قطعة الفهم اللي عليها رسئلة الكمبرهنشن واحدة من أخطر المشكلات البيئية ذات فيس اللي بتواجه أول بلانت كوكبنا اليوم هو التغير المناخي which causes اللي بيسبب مور فلوكز المزيد من الفيضانات drought الجفاف and forest fires وحرائق الغبات as a result كنتيجة لذلك our planet كوكبنا is getting hotter بيصبح أكثر سخونة and the weather where the toxic is a change بيتغير there are two reasons في سببين for climate change للتغير المناخي one of them واحد منهم زم دي عايد على tourism السببين بتوى تغير المناخي وانا في زم واحد منهم is natural which is cold global warming يعني حاجة طبيعية سبب منهم سبب طبيعي هو الاحتباس الحراري global warming the other السبب الثاني بقى لتغير المناخ is created by the man himself يعني هو يعني خلق أو انشئة بوسطة البشر نفسه الإنسان نفسه himself من هنا بمعنى الإنسان عندما استخدم الإنسان المواد الكيميائية المضرة in everyday life في كل يوم في الحياة الحياة اليومية بوس ريزونس كل السببين افكت بيأسروا the raise of the earth's temperature على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض الصفحة اللي بعد كده to reduce the bad effects عشان نقلل التأثيرات السيئة of climate change للتغير المناخي we should reduce global warming ينبغى علينا ان احنا نقلل الاحتباس الحراري عن طريق ايه بقى؟ by planting more trees عن طريق زراعة المزيد من الأشجار and stopping using harmful gases وكمان التوقف عن استخدام الغازات المضرة and chemicals و المواد الكيميائية also ايضا we have to use cleaner energy يعني احنا مضطرين بقى ان احنا نستخدم كمان طاقة اقصر نظافة such as مثل solar energy الطاقة الشمسية and start recycling ونبدأ في اعادة التدوير more rubbish يعني التدوير المزيد من المخلفات او قمامة this will help slow down ده هيساعد فيه ان هو يبطق climate change التغير المناخي number one the main idea of the passages الفكرة الرئيسية للفقرة هي ايه؟ طبعا climate change التغير المناخي number two space reduces global warming ايه اللي بيقلل من الاحتباس الحراري اللي هو طبعا ايه؟ الاشجار trees number three the underlined word zim كلمة zim لهم in the second paragraph في البراجراف التاني او في الفقرة التانية refers to بيشير لأيه؟ هو قالك واحد من السببين يعني يبقى بيشير للايه؟ للريزنز يعني باس الحراري is one of the natural reasons واحد من الاسباب الطبيعية for climate change للتغير المناخي طب number five بيقولك how do you think we can reduce the bad effects of climate change يعني برأيك يعني كيف تستطيع او كيف نستطيع ان نقلل الاثار السيئة لتغير المناخي طب عن طريق ايه بقى؟ عن طريق فقالك في اعلى الصفحة دي في تاني ساطر قالك by planting more trees عن طريق زرع المزيد من الأشجار and stopping using harmful gases والتوقف عن استخدام الغازات المضررة and chemicals والمواد الكيميائية number six summarize the first paragraph of the text in one sentence يعني لخص الفقرة الاولى من النص في جملة واحدة طبعا كانت بتتكلم على ايه الفقرة الاولى كانت بتتكلم مع الاحتباس الحراري فقلنا global warming الاحتباس الحراري is one of the most serious environmental problems واحد من أهم المشكلات البيئية that face our planet اللي بتواجه كوكبنا number four choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة a or an space is the natural home of an animal or planet يعني هو الموطن الطبيعي ليه حيوان أو نبات ده بيبقى اسمه ايه؟ اسمه موطن طبيعي يعني حابتات حابتات يعني بيئة أو موطن هو بيبقى بيئة طبيعية أو منزل طبيعي تمام كده للايه الحيوانات والنباتات طب طبعا هنا عندي home هنا بمعنى ايه؟ بمعنى يعني موطن موطن هون هنا بتسوي حابتات طب نبرة it's important من المهم to look after ان احنا نعتني بزي environment البيئة the word important كلمة مهم means معنى ايه؟ معنى essential يعني رئيسي أو اساسي طيب number three in the past في الماضي we used استخدمنا old ways طرق قديمة of farming للزراعة the acronym عكس of old عكس كلمة old قديم is a modern حديث number four we can get the adjective from use احنا ممكن نحصل على الصفة من كلمة يوز يستخدم by adding the suffix عن طريق ان احنا نحط اللاحقة if you l تبقى useful يعني مفيد الصفحة اللي بعد كده number five a is a young plant عبارة عن نبات صغير that has been from a seed يعني هو يعني نبات من ايه من بيزرة تمام كده يبدأ اسمه ايه شتلة الشتلة يعني stedling number six many people كثير من الناس يوز social media باستخدم وسائل التوصل الاجتماعي to communicate عشان يتوصلوا they can a to each other ممكن talk to each other يتحدثوا مع بعضهم البعض number five complete the sentences اكمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح يعني صح الكلمة اللي ما بين القوسين ده سؤال الجرام many new cars يعني الكثير من السيارات الجديدة make by robots بيتم صنعها يعني بوسطة الالين او الروبوتات infectors في المصانع طبعا دي جملة مبنى للمجهول عشان بدأت بالمفعول تمام في زمن المدارع البسيط يبقى عايزين نقول ايه كثير من السيارات بتصنع يبقى R made عشان صار الجمع فاخترت R والتصريف التالي فعل made make بيبقى made R number two do you enjoy هل بتستمتع play زي بيانو بالعصف على البيانو بعد enjoy يستمتع بيجي الverb plus ing الفعل تبقى بدل play تبقى playing حط له ing number three علي will بس زي test علي سيكتاز الامتحان او الاختبار if he studied harder لهو زاكر باقصر جدية يعني جدية اكتر طب انا عندي هنا في ايه في اف واول بلاقي if كده بحط عيني عليها عشان خاطر بشوفها هيفقاني حالة الحالة الاولى ولا التانية لو جي بعدها ماضي بيبقى ناحية الحالة التانية والمصدر ولو جد بعدها مضارع يبقى دي الحالة الاولى يبقى بعدها والمصدر طب هنا في ماضي study harder يعني معناه الكلام ايه لو علي كان ذاكر بجد اكتر كان ايه نجح في الامتحاد ده الحالة دي في الماضي ابدأ احط نابر 4 انا ما بعدتش التقرير حتى رجعته طيب انا عندي هنا until يعني حتى بييجي بعد بيبقى في حدثين يعني في حدثين قدامنا بيتربط بينهم طب الحدث الاقدم بجيبه في الماضي التام اللي هو هادي التصريف للثالث للفعل والحدث الاحدث منه الحدث التاني بيجيبه في الماضي البسيط تمام بس بيكون من في قبل until طيب انا ما بعتش التقرير حتى رجعته طيب انا رجعته الاول وبعدين بعت التقرير فبعد دايما بعد until بيجي ماضي التام بيجي هاد التصريف التالث للفعل عشان ده الحدث الاقدم يبقى هاد ريبايز سامير اخبرني ان هو هسافر للندن دي جملة غير مباشر المفروض طالما سامير هنا في جملة غير مباشر بيخاطب حد في مخاطب يما مقولش سيد لأقول أخبار اكتفق انشائية من 110 كلمة عن يعني قصة قصيرة رحلة انت قمت بيها العام الماضي تعالوا نشوف كتبنا ايه انا زرت مكان مصير الاهتمام العام الماضي يعني هي قلعة صلاح الدين الايوبي ان كايرو في القاهرة انا زهبت الهناك مع قصرتي بايكار بالسيارة ده مكان تاريخي لطيف جدا يمكنك ان ترى القاهرة من اعلى قمة القلعة there are also يوجد ايضا some museums بعض المتاحف انزا كاسل في القلعة such as مثل زا ميليتاري ميزيام زي المتحف الحربي سابوليس ميزيام متحف الشرطة and زا محمد الميزيام ومتحف محمد زا كاسل بتفتح القلعة ابوابها من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء we played زير لعبنا هناك and ate sandwiches وتناولنا السندويتشات we drank juice we شربنا عصير and had fun we مرحم the air الهواء زير هناك was very fresh كان منعش جدا we were very happy كنا سعداء الغاية i recommend anabousi everyone to visit and enjoy this wonderful place بالمكان الرائع بعدها بعد كده عندنا محافظة الشرقية page 132 صفحة 132 في نزا following dialogue اكمل محادثة تالية two friends صديقين are talking بيتحدثوا about our football match عن المباراة بتاعت كرة القدم بتاعتنا against سنغال قدام او ضد السنغال كنا بنلعب قدام السنغال فبيتكلموا على المباراة دائما فسامير بيقول كريم hello كريم مرحبا يا كريم قال له hello سامير اهلا يا سامير هل انت شاهدت المباراة اللي ما بين مصر ضد السنغال فهيقول له حاجة بعد كده هيسأله سؤال فقال له i think it was great اعتقد انها كانت رائعة يبا هو شاف هيقول ايه يا ساي هب مدام السؤال هل انت شاهدت المباراة تقول ايه يا ساي هب نعم لو الاجابة ايه يعني ايوة شفت الحاجة دي بعد كده سأله سؤال فقال له المباراة كانت رائعة يبا هو هيسأله عن رأيه في المباراة بتاعت مصر والسنغال دي what do you think of the match ايه رأيك في المباراة قال له كانت المباراة رائعة that's right هذا صحيح but sinigal لكن السنغال played better لعبه افضل than we did افضل مننا بعد كده سأله سؤال تاني فقال له صلاح did his best صلاح بزل اقصى ما في وصعه يبا هو هيسأله ايه رأيك في ايه في محمد صلاح يعني فقال له what do you think of صلاح ايه رأيك في صلاح فقال له اعتقد ان هو بزل اقصى ما في وصعه but any goals لكنه لم يحرز اي اهداف but but he didn't score any goals طبعا هنا فيه he بس but he didn't score any goals ما احرز اي اهداف اعتقد ان احنا فاتتنا فرصة زهبية to play in the world قبل ان احنا نلعب في كاس العالم فيقول له انت على صواب او انت محق you are right انت محق number two read and complete اقرأ واكمل absorb يعني يمتص made صنعة plant in a bird take يأخذ plant كوكب makes يصنع life is not possible الحياة مش ممكنة without plant بدون النباتات plant is the beauty of our هي الجمال بتاع كوكبنا beauty of our planet they are useful gifts هم هدايا مفيدة of nature من الطبيعة when a plant grows لما فيه نبات بينمو it a the air around it cleaner يعني بيجعل الهواء اللي حوله اقصر نظافة it a عيدة عن نبات بيجعل بيجعل الهواء اللي حوله اقصر نظافة and beautiful وجميل plantis النباتات produce بتنتج oxygen oxygen and 18-20 oxygen carbon يبقى absorb carbon dioxide it is a fact دي حقيقة دي حقيقة سات بيقول ان الناس هو live near plantis الناس اللي فتحش بالقرب من النباتات are healthier اقصر صحة and happier و اقصر سعادة we should take care of plantis يعني ينبغى علينا ان احنا نهتم بالنباتات يبقى اول حاجة تبطل في المراغات planet بعدين mix بعدين absorb وفي الاخر take number three read the following tickets then answer the questions خطعة الفهم an artist يعني فيه فنان went to a beautiful village ذهب الى قرية جميلة near Aswan بالقرب من Aswan فورة هولدي لقضاء اجازة and stayed with a farmer وابقى مع فلاح او ايه اضى المدة مع ايه فلاح طيب ما كس عند فلاح everyday كل يوم he went out with his brushes الفنان ده بقى كل يوم بيخرج مع الفرش بتاعته and painted وبيرسم from morning من الصباح to evening حتى المساء and then وبعد ذلك when it got dark لما بدني بتبدأ تضلم he went back بيرجع to the farmer's house لبيت الفلاح and had a good dinner ويتناول عشاء جميل او جيد يعني before he went to bed قبل ما يروح يناه at the end of his holiday في نهاية بقى الاجازة بتاعته he wanted to pay the farmer كان عايز يدفع فلوس للفلاح but the farmer said لكن الفلاح قال a saying these kind words لقوله هذه الكلمات العطوفة about his paintings عن أو الكلمات الطيبة عن الرسمات بتاعته شكر يعني كده في الرسمات بتاعته the farmer smiled الفلاح بقى ابتسم and answered واجاب it is not that مش كده مش زي ما انت فاهم i have a son انا عندي ابني in london في london he wanted to be an artist هو عايز يبقى برضك فنان when he comes here لما يجي هنا ناكس 8 الشهر اللي جاي i will show him سوف اري your picture الصورة بتاعتك and then وبعد ذلك he will not want to be an artist anymore وبعد ذلك هو مش هيبقى عايز يبقى فنان على الاطلاق i think in fact اعتقد ان هو في الحقيقة an artist الفنان is born by you not made وليس a beost maian طب number one زمين idea of the passage الفكرة الرئيسية في الفقرة is a a a a هنا عندنا an artist sad story قصة الفنان a الحزين طيب number two the farmer is the artist's style of paintings يعني الفلاح بالنسبة للسلوب الرسم بتاع الفنان او اللوحات بتاع الفنان كان عجبا ولا مش عجبا هو ما كانتش عجبا يبقى اي يبقى dislikes محبهاش number three the farmer the son ابن الفلاح will come back from london in a time هيجي في لندن هو قال بعد شهر بعد شهر دوت يعني في اي في خلال 30 يوم يعني 30 days number four how much money did the artist have to pay at the end of the holiday يعني بيقولك يعني كم ما مقدار النقود اللي دفعها الفنان في نهاية الأجازة هو ما دفعش اي حاجة تمام he paid nothing ما دفعش اي شي number five how do you think the artist felt when he heard the farmer's reply يعني في رأيك بما شعر الفنان عندما سمع رد الفلاح طبعا هو كان أكيد محبط I think he felt disappointed اعتقد ان هو شعر بالأحبط طب number six يعني لخص الفقرة الأخيرة في جملة واحدة بكلمتك يعني طيب هنقول ايه مثلا في الفقرة الأخيرة الفلاح أظهر ذات أو بين ان الفنان بيولد مش بيصنع number four اختار الإجابة الصحيحة يعني في حاجة معينة بتتعامل بتدمر مساحات كبيرة من الغابات المطيرة طبعا ده اسمها ايه اسمها التصحر هو تدمير مساحة كبيرة من الغابات المطيرة ده اسمه ايه deforestation 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 يعني التصحر أو إزالة الغابات طب number two we form زناون بنكون الاسم of appear من كلمة يظهر by adding the suffix عن طريق ايه ابر يظهر أخليه مظهر appearance ندف لها اللحظة ance number three the word destroy الكلمة destroy يعني يدمر is the synonym of the word الكلمة ايه يبقى عندي كلمة ايه بردك يدمر فيه هنا معنا يدمر يعني damage يبقى عندي كلمة destroy يدمر بتسوي damage يعني ايه بردك يدمر لابنا الصفحة number four the whole هلدي كل الأجازة was fantastic كانت رائعة the time كل الوقت كان عظيم كان رائع طب يبقى all يعني كل number five a or an a is a scientist طبعا عالم who studies stars بيدرس النجوم and the planets والكواكب ده طبعا عالم الفلك اللي هو astronomer number six my brother اخويا is interested in مهتم collecting news بجمع الاخبار he wants to be عايز يبقى a journalist عايز يبقى صحفي number five سؤال grammar the police الشرطة told that lots of mobile phones كثير من التليفونات المحمولة had been stolen تمت سرقتها ذات يرهاز العام طبعا دي جملة غير مباشر بس ما فيش مخاطب ما فيش مفعول يعني بيكلموه الشرطة قالت وخلاص يبقى بدل طول بقول ايه سيد number two he always using to be afraid هو اعتاد ان هو يكون خايف off the dark من الظلام when he was young لما كان صغير اعتاد ان اسمها used to number three هو ما اتكلمش معايا ما اتصلش بقية تلفونية حتى سامع الاخبار طبعا بييجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام هاد والتصريف التالت للفعل يبقى نقول ايه هاد 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 number four if he read the question will he answer it يعني هو لو كان استطاع هنا طبعا read مش read يقرأ ده دي التصريف التاني بتاع هنه read لان هي لو كان read كان في المضارع الكلام كنا جبنا بعد he s في الفعل بتاع المضارع تمام فهي هنا بتتنتق read بمعنى قرأ if he read the question will هو كان قرأ السؤال كويس هي بقى المفروض ايه بقى قعدة if هنا ماضي بعدها يبقى نحي تانية وضو المصدر يبقى يعني ينبغى علينا ان احنا نتجنب تلويس البيئة يعني تمام كده يبقى عندي هنا avoid يعني يتجنب بيجي بعدها الفيرب plus ing الفعل في ing يبقى نشيل ed ونحط ing نتجنب تلويس البيئة number six read a paragraph اكتف فقر انشائيه عن a review of helping the environment يعني مراجع أو تقريم لمساعدة البيئة تعالوا نشوف كتبنا في ايه our environment بيئتنا has a lot of problems لديها الكثير من المشكلات pollution التلويس is the most dangerous problem هو المشكلة الاقصر خطورة in our environment في بيئتنا factories المصانع cause بتسبب air and water pollution تلوص الماء والهواء cutting down forests قطع الغابات cause climate change بيسبب تغير المناخ climate changes cause التغيرات المناخية بتسبب increasing in temperature زيادة في درجة الحرارة floods فيضانات and droughts وقفاف using oil استخدام الزيت البترول and petrol والبنزين causes بيسبب a lot of pollution to كسر من التلوص أيضا using chemicals in farming استخدام المواد الكيميائية في الزراعة causes بيسبب land pollution تلوص الأرض الأرض الزراعية we should do our best ينبغى علينا بس لأقصى ما في وسعنا to decrease عشان إحنا نقلل the evolution التلوص in our environment في بيتنا we should use green energy ينبغى إن إحنا نستخدم طاقة نظيفة like wind زي طاقة الرياح and solar energy وطاقة الشمس أو الطاقة الشمسية we should grow more trees ينبغى علينا زرع المزيد من الأشجار to keep air healthy عشان نحافظ على نظافة الهواء أو نخلي الهواء أكثر صحة and clean ونظيف we should recycle our rubbish ينبغى إن إحنا نعيد تدوير مخلفاتنا أو القمامة باتنا to reuse them عشان نعيد استخدامهم we should plant rules to stop factories يعني ينبغى علينا إن إحنا ننشئ قوانين عشان نوقف factories and people from polluting our environment القوانين دي توقف المصانع والناس عن تلويس البيئة بتاعتنا بعد كده عندنا محافظة الإسماعيلية page 135 صفحة 135 فين إزا following dialogue أكمل محادثة تالية أحمد إزا talking to Imaid about his father أحمد بيكلم عماد عن بابا أحمد بيقول that's beautiful been Imaid ده ألم جميل يا عماد بعد كده عماد قال كلام فقال له from your father من بابا كيبه هيقول له أنا أخدته من بابايا أو بابايا أعطهولي تمام ممكن أقول إيه I took it from my father أنا أخدته من بابايا فقال له from your father من بابا wasn't he a journalist هل هو كان صاحفي باباك صاحفي يعني فهنا قال له إيه yes he was أيوة عشان بعد كده هو قال he worked for الأهرام نيوزبيبر كان بيشتغل في جارة الأهرام for 20 years لمدة 20 سنة سأله سؤال أحمد فقال له I would prefer to be a teacher of English يعني أود أن أنا أصبح يعني مدرس لغة إنجليزية كيبه هو هيقول له إيه what would you like to be إيه لما تكبر عايز تشغل إيه فقال له أنا عايز أبقى مدرس إنجليزي سأله سؤال تاني فقال له because I am good at English بسبب أن أنا جيد في اللغة الإنجليزية مدام في because ما اتفقنا يبقى السؤال كان بوايدي مازا هيقول له بقى إيه why would you prefer لإنت بتفضل to be a teacher of English مدرس لغة إنجليزية فقال له عشان أنا كويس في اللغة الإنجليزية بعد كده قال له بقى إيه أحمد بقى قاله what about your sister ماذا عن أختك رد عليه بعد كده قال له well حسنا perhaps your father should give his been to her يعني ربما أني باباك يعني إيه يبغي أن هو يديها ألمه يبقى هي أكيد عايزة تطلع زي صحفية يبقى هيقول إيه she would prefer هي بتفضل to be a journalist إنها إيه تصبح صحفية number two read and complete إقرأ وأكمل summer safe much كسير ليلة الكمية holidays أجازات a lot برضا جمعنا كسير free مجانا pollution تلاوس beaches are nice places يعني الشواطئ أماكن لطيفة for للصيف for summer we have a of beaches إن إيجيت عندنا الكسير من الشواطئ في مصر هناخد هنا الكسير عشان فيه a lot a lot of beaches in Egypt فيه شواطئ كتير في مصر people like to go there الناس بتحب تروح هناك in a في ايه في الهوليديز في الأجازات زي enjoy بيستمتعوا the fine wizard بتقسل جيد away from the بعيد عن the of the cities بعيد عن التلوص اللي في المدن البولوشن there are many activities في أنشطة كتيرة أو كثير من الأنشطة you can do on beaches بتستطيع إن إنت تقوم بيها على الشواطئ يبقى أول حاجة إحنا قلنا summer وبعدين a lot وبعدين holidays وآخر حاجة كانت ببولوشن number three read the following text اقرأ الناس التالي زي نانسر the questions وما أجب مع الأسئلة an engineer had worked hard يعني يعني عمل مهندس بجد for a building company في شركة بناء when the engineer got older عندما قبر المهندس خلاص كبر he decided to stop working قرر التوقف عن العمل he wanted to relax هو كان هي أراد الاسترخاء يعني the owner of the company مالك الشركة asked him طلب منه وهم دي عايد على الانجينير طلب من المهندس to do one last job for the company إنهما يقوم بعمل أخير للشركة it was to build a beautiful house وهو بناء منزل جميل the engineer agreed وافق المهندس but he wasn't interested in doing his work well لكنه لم يكن مهتما بالعمل بالعمل بشكل جميل يعني أو شكل جيد طب he didn't use good building materials يعني هو ما استخدمش مواد بناء جيدة he didn't sink لم يفكر صفحة لبعد كده about the safety of people ما فكرش في سلامة الناس who would live in that house اللي هتعيش في ذلك المنزل he only wanted to finish the job earlier to enjoy the rest of his life هو بس كان عايز ينتهي من العمل في وقت مبكر فقط عشان يستمتع ببقية حياته when he finished لما انتهى من العمل the house appeared beautiful يعني بدأ المنزل جميل but wasn't well built لكن مش مبني بشكل جيد on his last day في اليوم الاخير لي in the company في الشركة the owner صاحب الشركة gave him the key of the house أعطاله مفتاح البيت and said وقال له this is for you يعني هذا لك البيت دا ليك you worked hard انت عملت get the for the company للشركة and we want to give you a reward وإحنا عايزين نديك مكافأة this new house البيت الجديد which you have built اللي انت بنيته is yours أصبح ملكك number one the company wanted to is the engineer يعني الشركة كانت عايزة إيه من المهندس عايزة تكافؤه عايزة reward the engineer number two the underlined word him refer to him دي بتشير لإيه زي ما قلنا بتشير لإيه للإنجينير للمهندس the engineer number three the engineer المهندس was when the owner لما المالك gave him the house كان ايه بقى لما الملك صاحب الشركة لما مدى للمهندس البيت كان المهندس غير محظوظ unlucky عشان هو يعني ما بناهوش بشكل جيد تمام فطبعا هو كده غير محظوظ لأن البيت بقى بتاعه هو مش well built مش مبني بشكل جيد number four what was the engineer's decision when he got older يعني ما هو قرر المهندس عندما كبره في السن لما كبر في السن قرر إيه when the engineer got older لما كبر في السن he decided to stop working قرر التوقف عن العمل he wanted to relax كان عايز يسترخي زي معرفنا في أول إيه الفقر number five do you think the engineer will be happy in his new house هل بتعتقد أن المهندس هيكون سعيد في منزله جديد why or why not طبعا مش هيكون سعيد no I don't think so لا أعتقد ذلك يعني مش هيكون سعيد because he didn't use good building materials عشان هو مستخدمش مواد بناء جيدة number six give acceptable title for the passage أعطي عنوانا مناسبا للفقرة طبعا المهندس الغير محظوظ unlucky engineer number four should the correct answer اختار الإجابة الصحيحة we should protect our planet ينبغي علينا حماية كوكبنا protect يحمي similar in meaning to يعني مشابه في المعنى لإيه لكيب سيف إن هو يحافظ على سلامة protect يحمي زي يحافظ على سلامة number two the a of a country a بالنسبة للبلد or an area للمنطقة is all the people هما كل الناس who live in it اللي بيعاشوا فيها كل الناس اللي بتاعش في المنطقة معينة أو بلد معينة يبقى داع عدد السكان يبقى اسمه population number three to get the adjective عشان تجيب الصفة of sustain من كلمة يستمر you add the suffix تحط اللحيقة ايه تحط اللحيقة A-B-L-E تبقى A-Sustainable يعني مستدام number four as base is the land هو الأرض that is below the area around it هو الأرض المنخفضة عن المنطقة اللي حولها طبعا ده يبقى منخفض منخفض يعني depression صفحة اللي بعد كده locals الناس المحليين called the lake بيطلقوا على البحيرة the shooting star بحيرة نايزك the antenna عكس of locals عكس كلمة المرحليين أو سكان المنطقة معناها الأجانب أو الغرب اللي هم foreigners number six my friend is angry غضبان he must be about what I did هو أكيد غضبان من الشيء اللي أنا عملته طيب عندي بردك حاجة بتسوي angry اللي هي كلمة cross cross بردك بمعنى غاضب number five سؤال التصحيح we can avoid cut down the trees يمكن أن نتجنب قطع الأشجار طبعا عندي هنا بعد avoid يتجنب بيجي الفعل في ing يبقى نقول a cutting number two long ago من زمن طويل مضى camels جمال cool ships of the desert كان بيطلق عليها سفن الصحراء طبعا الكلام في الماضي وهنا الجملة هنا مبنية المقول عشان أنا بدأت بالمفعول بدأت بالجمال عايز أقول الجمال كان بيطلق عليها سفن الصحراء يعني كانت بيطلق عليها أو كانت بتسمى number three we didn't use to use energy saving light bulbs احنا مكناش متعودين نستخدم المصابيح الطاقة الموفرة but we did now لكن احنا بنفعل الآن بنستخدم ها الآن يبقى but we do now number four are you right to salma اود ان انا اكتب لسالما if i know her address انا كنت عايز اكتب لسالما لو كنت عارب عنوانها طبعا df هي اه جاي ايه النحية التانية جاي وضو المصدر يبقى الكلام هنا في الماضي يعرف الماضي بتاعها ايه بقى ايه new طيب number four i am coming for lunch انا جاي على الغدا علي يا علي told عادل عادل اللي قال كيف خلي بالكو بقى معايا ان دي جملة مباشرة لان الكلام هو بين علامتين تنصيص وكلام مباشر على طول مفيش بقى told في الكلام المباشر فيه صد علي قال يبقى ايه صد علي number six write a paragraph اكتفاقرة انشائية a short story قصة قصيرة of a day اليوم news bent انت قضيت وان a bliss في مكان you will never forget مش هتنسي تعال نشوف كتبنا ايه بحب زور الاماكن المشهورة في مصر لتنهاية الاسبوع الماضية زورت واحد من اكتر الاماكن المشهورة في القاهرة زكايرو طاور برج القاهرة it is about هو حوالي 187 متر حوالي 187 متر طول it stands next to the nail يعني بيقف بجوار النيل it opened تم افتتاحه in 1961 سنة 1961 there are 24 windows في 24 نافذة on each floor في كل طابق of the building من المبنى at night في الليل the colors the الوان of the tower بتاعت البرج change بتتغير it is a fantastic building هو مبنى رائع i went up to the highest floor انا سعدت للطابق العلوي اعلى طابق يعني by the left بوسطة المصعد او الأسنسير and saw the wonderful view وشوفت المنظر الطبيعي الرائع of كايرو للقاهرة from the top من القمة القمة of the tower بتاعت البرج i was very happy انا كنت سعيد جدا because i had a nice time زير عشان قدت وقت لطيف هناك ايجيبت مصر is really a great country مصر حقا بلدا عظيمة او رائع اي ركوميند انا بوسي اه بزيارة المكان ده اي ويل نبر فورجت زيس بليس انا ابدا لن انسى هذا المكان درسنا النهاردة انتهى انتظرونا في حال باقي المحافظات ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة